تقترب المعارك في السودان من اتمام اسبوعها الثاني بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى والجرحى جلهم من المدنيين وتوقعات بازمة انسانية وموجات من النازحين واللاجئين معارك كر وفر تخوضها القوات المتحاربة وسط الدعاءات الحسم والسيطرة العسكرية الامر الذي ينفيه مسار المعركة التي تتركز منذ بدايتها في العاصمة الخرطوم خاصة في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة ومؤسسات سيادية اخرى وتمتد بشكل اقل الى المدن والولايات الاخرى الدعوات الداخلية والخارجية لخفض التصعيد لم تنجح في جلب طرفي الصراع لطاولة الحوار وظلت اصوات المدافع والانفجارات سيدة الموقف رغم محاولات الهدى الانسانية الاربعة ما يخشى منه وصول الطرفين المتحاربين لمعادلة صفرية ترسم ملامح مظلمة لبلد انهكته الحروب السابقة ونهش الفقر والجوع ما تبقى من حاضرها ومستقبلها وتتوعده بصراع قد يطول وتقسيم اختبرته السودان قبل عقد من الزمن وامام هذا التصعيد تسابق دول العالم الزمن لاجلاء رعاياها من السودان الامر الذي يرى البعض فيه انه بداية لمعركة اكثر عنفا وما زاد في تعقيد الصورة وصب الزيت على نار الصراع هروب رموز النظام السابق من السجون وتبادل طرفي الصراع الاتهام بالمسؤولية عن الهروب الكبير ليدخل رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير في معادلة الصراع والتجاذبات بين الفرقاء في السودان وعلى الرغم من ضبابية الصورة واختلاطها بدماء سالت في شوارع السودان الا ان فرص الحل السلمي ما يزال احد الخيارات التي تدفع به الاحزاب السياسية والقوى الاقليمية الدولية التي تخشى من خروج الصراع عن السيطرة وانعكاساته السلبية على دول الجوار فهل ينزلق السودان نحو حرب طويلة ام يستجيب الفرقاء لدعوات الحوار ترجمة نانسي قنقر